اشتركوا في القناة ومتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اجتماما وترقبا واسعا داخليا وخارجيا بعد نشره تصريحا المعافيه الى تدورات مهمة ستحدث تلال الساعات الاثنين وسبعين المقبلة وكتب العميد يحيى سريع على حسابه الدسمي في منصة التدوين اكس ثلاثة ايام واعتبر مراقبون ان تدوينة العميد يحيى سريع تشير الى مهلة وتحذير في آن واحد في الاثناء كان نائب مدير دائرة توجيه المعنوي في وزارة اتفاة بحكومة صنعاء العميد عبدالله عامر في تدوينة له على اكس اثنين وسبعين ساعة مضيفة في تدوينة ثانية يبدو ان هناك عدة تدورات مهمة وبعد اثنين وسبعين ساعة التدور الاكتر اهمية فلننتظر مؤكدا في تدوينة اخا ان اليمن ان قال كلمة ثلاثة ايام فليحسب الجميع له الف حساب برأيكم اعزائي مشاهدين ومتابعين ماذا سيحدث بعد ثلاثة ايام ارجو ان ارجو ان تقبلوني بذلك في تعليق واشكركم على حسن متابعة والاصغاء ولا تنسوا الاعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة